هو فيروس صغير يسكن صدرك كان المدقق اللغوي في هذه المحطة لا أذكر اسمه كان يصر على أن نقول فيروس ويقول هو مثل فيروس فلا تقول إلا فيروس الله صعب فيروس هذا الفيروس يسكن صدرك ويتجول في أمعائك وفي عضلات يديك ورجليك هو الحمى ولست شاعرا كي تصف للناس الحمى بشعر فأنت تستعين بخير من وصفها من الشعراء يقول المتنبي عليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام نعم أنت تقوم وتخطو خطوة ثم تلتفت إلى سريرك وتخطو خطوة إلى البراء وتلقي بجسمك فوق السرير قيامك ممتنع وأنت سكران بلا خمر والحمى زائرة كريهة وخجول وزائرة كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام لا يا أبا الطيب ليست زائرة خجولا ولا تزور في الظلام فقط هي معك في ليلك وفي صبحك غير أنك توافق أبا الطيب في أن عملها في ظلام الليل بشع فما تغمض عينيك حتى تأتيك العم بالهلاوس تحلم بأنك كتبت مقالا لصحيفتك مقال رائع فيه أفكار جديدة وتطرب لما فيه من عبارات جزلة وتشبيهات مبتكرة فكرة عظيمة وتستعيد المقال تفرح به كثيرا مرة ثالثة رابعة طول الليل وأنت تفكر في هذا المقال العظيم ثم تفتح عينيك وتمد يدك إلى حاسوبك كي تخزن المقال لا يوجد مقال تجد نفسك ما زلت في سريرك لا حاسوب ولا ورقة وتقوم متثاقلا كي تكتب هذه الأفكار وتفتح الحاسوب تجد أنك لا تتذكر كلمة من ذلك المقال الذي هلوست به في نومك كان ذلك فكرة صغيرة ظلت تدور في رأسك بلا انقطع هذه هي الهلوسة أنت لا تتذكر إلا جزء صغير من الهلوسة ليس فيها لا جزالة ولا هي هلوسة تعود إلى فراشك وتفرح مرة أخرى وأنت نائم طبعا لقد عاد إليك المقال بكل روعته بكلماته بتشبيهاته وتصحو إنها هلاوس جديدة تشبه القديمة لكن عقلك المهلوس لا يدرك أنه يهلوس تشعر بالبرد الشديد تستك أسنانك فتترك مقعدك الوثير وتجر قدميك جرا إلى الفراش وتقول للحمة سأدفنك في اللحاف السميك وفي الحشايا أي الوسائد بذلت لها المطار فوالحشايا فعافتها وباتت في عظامه ادفن نفسك يا هذا في اللحاف فأما الحم فسوف تنام في عظامك وستحافظ على مكانها في صدرك أيضا تدرك ذلك عندما تأخذ نفسا يضيق الجلد عن نفس وعنها فتوسعه بأنواع السقام الحم موجودة داخل جلدك وتضيق عليك التنفس تسحب النفس بمشقة الحم تصوط رئتيك قد كنت سمعت عن انفلونزا الأمعاء لكن هذه الزائر الثقيلة تستوطن الصدر والأمعاء والعظام والعضلات ويخط أبو الطيب في شيء ويصيب في شيء إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكثاني على حرامي فالحم تغسلك فعلا وتجد العرق يتصبب من جبهتك ومن رأسي من كل مكان تمسحه من شف في يدك وتظل تمسحه تبتل من شف والعرق مستمعي ملابسك تمتص العرق وتبتل ولا تقوى على الاستحمام لكن الحم لا تفارقك بعد أن تغسلك تعود إليك والمتنبي يعرف أنها تعود ألم يقل أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام فالحم تحافظ على أوقاتها تروح وترجع أما وصفوها بالحم الراجعة يصدق وعدها كما يقول المتنبي ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظام أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام هي فعلا بنت الدهر أي المصيبة ولا تبالي بك ولا بما عندك من البلايا إنها تخترق زحام المشكلات تحمسنا وتأتيك لتنعم في عظامك هذه قصة شاب ابتلي بحم القصة تعود إلى أواصة السبعينات محمود شاب من طول كرم جاء إلى بلدة بيرزيت كي يدرس في جامعتها كانت مباني الجامعة في ذلك الزمن في وسط البلدة القرية كان في السنة الأولى شابا له وبر في وجهه يحاول أن يكون لحية وسكن في غرفة سفلية في غرفة في الطابق الأرض في بيت الأرملة العجوز أم الياس رمته الحمى على فراشه افتقدته أم الياس أين هو ثم وجدته غارقا فيه بنومه وقد على النهار وما شعر إلا بيدها على جبينه فأفاق برعشه فقالت اسم الصليب عليك وقدمت له بعد ذلك زبدية حساء شعر محمود أنه ليس وحيدا منقطعا عن أهله فأم الياس موجودة عندما عوفي محمود قص على أصحاب حكاية اسم الصليب عليك ضحك الشباب وصار اسم الصليب عليك كاللقب له وبعد سنين كثيرة لبس الشرق الأوسط ثياب الطائفية السميكة هو دائما يلبس ثياب الطائفية لكنها أصبحت سميكة لكن محمودا بقي على براءة قلبه عندما ذكره بعضهم بلقبه القديم على سبيل المزاع قال له عندهم صليب صلب عليه سيد المسيح وعندنا أيضا صليب صلب عليه من شبها لهم فعندنا صليب وعندهم صليب يختلفاني قليل علامة تعجب ترجمة نانسي قنقر